أهلاً وسهلاً بكل حبيبنا تكاتلة أولى السنوي في مادة اللاحياء الترم الثاني هنتابع مع بعض النهاردة تداخل فعل الجينات بعد ما خلصنا عن اعدام السيادة وفصيل الدم وعامل الريزاس وكل دروس الترم الثاني هتلاقيهم في قيمة تشغيل خاصة بيهم ادخل اسمحهم بالترتيب هتستفاد جداً جداً من طريقة الشرح اللي بتثبت المعلومة من أول مرة ولو عايز فيديوهات حلة هتدخل على القناة الثانية باسم أحمد شريف هسيب لك اللينك في الوصف هتلاقي كل الدروس محلولة بالترتيب من كتاب الامتحان احنا النهاردة هنبدأ بتاني صورة من صور تداخل فعل الجينات واللي هي الجينات المتكاملة كلمة جينات متكاملة يعني جينات بتتكامل مع بعضها وبتشترك مع بعضها علشان تظهر صفة معينة احنا خدنا قبل كده ان اي صفة رصية بيتحكم في ظهورها زوج واحد من الجينات يعني اتنين من الجينات جين من الاب وجين من الام ولو الجينات دول كان فيه منهم واحد سايد وواحد متناحي تبقى كده اسمها السيادة التمة طيب لو كان واحد منهم سايد والتاني سايد يعني محدش منه ما يسود على التاني في الحالة دي الاتنين بيشارقوا مع بعض في ظهور صفة جديدة ويبقى النمط ده اسمه انعدام السيادة لكن النهاردة في الجينات المتكاملة اللي بيتحكم في ظهور الصفة هو زوجين من الجينات زوجين من الجينات يعني اربع جينات يعني الصفة علشان تظهر محتاجة اربع جينات والجينات دي بيكون في منها سايد ومتناحي والصفة السايدة علشان تظهر لازم زوجين مختلفين من الجينات السايدة يكونوا موجودين يعني مثلا لو عندنا الجين الساعد هو A capital و B capital والجين المتنحي هنرمز له بالرمز A small و B small الصفة الساعدة هنا مثلا اللون القرمزي والصفة المتنحية مثلا هي اللون الأبيض أو علشان صفة اللون القرمزي تظهر طبقا للجينات المتكملة لازم التركيب الجيني للنبات أو الكائن الحي عموما يكون فيه على الأقل جين واحد A capital و جين واحد B capital يعني لما رمز له بالرمز A capital A small B capital B small أو كده ده نبات كرموزي علشان اجتمع فيه جينين سائدين مختلفين وهم ال A capital و B capital ولكن مثلا لو نبات رمزه A capital A capital B small B small أو كده ده أبيض يعني بيحمل الصفة المتنحية ومش هيحمل الصفة الساعدة إلا لما يكون فيه واحد من ال A capital مع واحد من ال B small لأ تاني كده علشان نفهم الموضوع ده أكتر ونطبع عليه مثلا في طوارس صفة لون الأزهار في نبات بسلة الظهور نخلي بالنا بسلة الظهور مش بازلاء الخضر في نبات بسلة الظهور اللون القرمزي للأزهار هو الصفة الساعدة واللون الأبيض هو الصفة المتنحية وطالما احنا في جينات متكاملة يعني اللي بتحكب في ظهور صفة لون الأزهار هو زوجين من الجينات يعني أربع جينات وبكده نرمز للجينات الساعدة بالرمز A capital أو B capital والجينات المتنحية A small و B small والصفة الساعدة في بسلة الظهور هي اللون القرمزي هو بقى علشان لون القرمزي ده يظهر في النبات لازم يحتوي على الأقل على اتنين من الجينات الساعدة المختلفة يعني لازم يكون فيه A capital و B capital اللي اتنين مع بعض غير كده مش هتظهر صفة لون الأزهار القرمزي يعني كده لما اقول لك في نبات بسلة الظهور تركيبه الجيني A capital A capital B capital B capital كده اكيد لونه كرمزي لان احنا معانا الجينين المختلفين ساعدين ده بالأربعة كمان ساعدين يعني كرمزي بالأربعة طيب نبات تاني تركيبه الجيني A capital A capital B capital B small طالما فيه A capital و B capital يبقى كده كرمزي طيب نبات تاني تركيبه الجيني A capital A small B capital B capital برضو طالما فيه A capital و B capital يبقى كده كرمزي طيب لو نبات رابع تركيبه الجيني A capital A small B capital B small قلنا برضو طالما موجود ال A capital وال B capital يبقى كده الصفة الساعدة هتظهر يعني برضو هيكون لونه كرموزي طيب لو في نبات تركيبه الجيني A capital A capital B small B small لا اكده النبات ده هيكون لونه ابيض لان احنا عندنا جين سائد واحد بس وهو ال A capital وطالما ما اجتمعش معاه ال B capital يبقى كده الصفة السائدة مش هتظهر والصفة المتنحية هي اللي هتظهر طيب لو نبات تاني تركيبه الجيني A small A small B capital B capital خلاص كده احنا عرفنا الموضوع كده النبات ده هيكون لونه ابيض لان الصفة المتنحية طيب لو نبات A small A small B capital B small برضو هيكون لونه ابيض طيب لو نبات A small A small B small B small لا ده كده ابيض بالاربعة طيب تعال كده ناخد الامشاج او الجاميطات الامشاج هي الجاميطات الاثنين واحد من كل تركيب جيني احنا جبناه النبات اللي تركيبه الجيني اتنين A capital اتنين B capital الامشاج اللي هناخدها منه طالما اللي اتنين A capital شبه بعض يعني احنا هنكتفي بواحد بس فهناخد منهم واحدة بس اللي هي A capital ومعنا اتنين B capital اللي اتنين شبه بعض فبرضو هنكتفي بواحد بس يبقى B capital يبقى كده الامشاج اللي هناخدها من النبات اللي تركيبه A capital A capital B capital B capital هي هتكون بنسبة 100% A capital B capital طيب النبات التاني اللي تركيبه اتنين A capital وبعد كده B capital B small طالما اللي اتنين A capital اللي اتنين شبه بعض هناخد منهم A capital واحدة بس ومعنا B capital وB small يبقى كده هنمشي مرة الA capital مع الB capital وبعد كده مرة الA capital مع الB small فتبقى كده الامشاج معنا A capital B capital بنسبة 50% وA capital B small بنسبة 50% طيب النبات التالت اللي تركيبه A capital A small B capital B capital كده هنمشي مرة الA capital مرة مع الB capital وبعد كده مرة الA small برضه كمان مرة مع الB capital يعني كده هنحصل على الامشاج التالية الA capital B capital بنسبة 50% وبعد كده الA small B capital طيب اكتب معايا كده امشاج النبات الرابع ده اللي هو تركيبه A capital A small B capital B small التركيب الجيني ده كده هتطلع لنا اكتر انواع الامشاج اللي هما هيكون عددهم اربع يعني هيطلع لنا اربع انواع من الامشاج ليه هيطلع لنا اربع انواع من الامشاج لان احنا معانا هنمشي الA capital مرة مع الB capital ومرة مع الB small بعد كده نفض الA small نمشيها مرة مع الB capital ومرة مع الB small فتبقى كده تعالى نعد الامشاج معانا اول امشاج هتطلع معانا هي الA capital B capital بعد كده A capital B small بعد كده A small B capital بعد كده A small B small فتبقى كده كل نوع من الامشاج دول هيطلع معانا بنسبة 25% طيب نيجي بعد كده للنبات اللي تركيبه الجيني A capital A capital B small B small طالما معانا اتنين A capital هنكتفي بواحدة منه ومعانا اتنين B small برضو هنكتفي بواحدة منه فيبقى التركيب فيبقى الامشاج اللي هتطلع معانا 100% A capital B small طب والنبات اللي تركيبه A small A small B capital B capital كده الموضوع بقى سهل خلص بالنسبة لنا الامشاج هتطلع بنسبة 100% A small B capital طب النبات اللي تركيبه A capital A small واللي اتنين B small نفس اللي عملناه قبل كده هنكتفي بواحدة بس B small ونمشي معاها مرة A capital ومرة A small فيبقى كده معانا A capital B small بنسبة 50% و A small B small بنسبة 50% هسيب لك الاتنين التانين تبقى تكتبهم انت لان خلاص كده الموضوع بقى سهل طيب دلوقتي تعالى نفسر تهجين نبات تركيبه جيني A capital A capital B small B small يعني كده لونه ابيض مع نبات تاني تركيبه A small A small B capital B capital برضو هيكون لونه ابيض طالما ما اجتمعش فيه الجينين المختلفين بشكل سايد وكده دول هيبقوا اباء الجيل الاول فنول مظليهم بالرمز B1 الامشاج اللي هناخدهم منهم هتبقى من الاول A capital B small ومن التاني A small B capital فتطلع لنا افراد الجيل الاول اللي رمزهم F1 كلها هيكون A capital A small B capital B small وبكده يبقى اللون كرمزي طالما اجتمع الجينين المختلفين السايدين نسيب افراد الجيل الاول تلقح نفسها ذاتية فيبقوا كده اباء الجيل التاني وناخد الامشاج منهم زي قانون مندل التاني بالزبط امشاج احد الاباء في صف غفقي وامشاج الاب التاني في عمود رأسي فنمشي ال A capital مرة مع ال B capital وبعد كده مرة مع ال B small وبعد كده ناخد ال A small نمشيها وره مع ال B capital وبعد كده نمشيها وره مع ال B small فتطلع لنا الامشاج A capital B capital بعد كده A capital B small بعد كده A small B capital واخر حاجة A small B small وامشاج الاب التاني هتكون نفس النظام برضو A capital B capital A capital B small وA small B capital والاخر خالص هيكون A small B small ونبدأ نمشي امشاج الصف الافوكي مع امشاج العمود الرأسي ونشوف افراد الجيل التاني ونعملهم في جدول فيبقى كده التركيب الجيني لأول فرض 2 A capital و2 B capital يعني لونه كرمزي الفرض التاني هيكون 2 A capital B capital B small برضو هيكون لونه كرمزي فرض التالت A capital A small B capital B capital برضو لونه كرمزي الفرض الرابع هيكون A capital A small B capital B small برضو هيكون لونه كرمزي الصف اللي بعد كده الفرض الاول 2 A capital B capital B small برضو لونه كرمزي الفرض اللي بعده 2 A capital 2 B small هنا بقى هيكون لونه ابيض اللي بعد كده A capital A small B capital B small لونه كرمزي واللي بعده A capital A small 2 B small هيكون لونه ابيض الصف الثالث أول فرض هيكون A.A.S.M.L.B.C.B.C.L. يعني لونه كرمزي اللي بعده هيكون A.A.S.M.L.B.C.B.C.L. برضو لونه كرمزي اللي بعده هيكون 2A.A.S.M.L.B.C.L. هنا هيكون لونه أبيض اللي بعده هيكون 2A.A.S.M.L.B.C.B.C.L. يعني لونه أبيض آخر صف معنا اللي هو الصف الرابع هيكون A.A.S.M.L.B.C.L.B.C.L. الفرض اللي بعده A.A.S.M.L.B.C.L. يعني لونه أبيض الفرض اللي بعده 2A.S.M.L.B.C.L.B.C.L. لونه أبيض وآخر فرض 2A.S.M.L.B.C.L. يعني كده لونه أبيض كده احنا معانا 16 فرض في الجيل الثاني 9 منهم باللون الكرمزي و7 منهم باللون الأبيض يعني نسبة أفراد الجيل الثاني 9 إلى 7 9 كرمزي و7 أبيض اللي حصل معانا هو أن صفة لون الكرمزي اللي هي الصفة السائدة ظهرت في نباتات بسلة الظهور بسبب اجتماع جينين سايدين مختلفين وهم إليه كابتل والبي كابتل مع بعض لأن طبعا كل جين من الجينين السايدين بيشارك في إظهار الصفة السايدة بحيث أنه بتحكم كل واحد منهم في إنتاج إنزيم معين بيأثر في تكوين صبغة اللون الكرمزي وده بيدل على تكامل عمل أجينات مع بعض طيب بناءنا على الجدول اللي قدامنا ده لو جيت وسألتك وقلت لك مين أفراد الجيل الثاني في نبات بسلة الظهور اللي بينتج أربع أنواع من الأمشاك بينتج أربع أنواع من الأمشاك يعني لازم يكون تركيبه هاجين يعني لازم يكون تركيبه A كابتل A small B كابتل B small علشان يقدر يدينا أربع أنواع من الأمشاك وبالتالي من 16 فرض اللي نتجين في الجيل الثاني مفيش منهم غير أربعة اللي تركيبهم A كابتل A small B كابتل B small واللي بيكون تركيبهم برضو مشابه لآباء الجيل الثاني واللي في نفس الوقت بيقدروا إنهما يكوّلوننا أربع أنواع من الأمشاك فتبقى نسبتهم 4 على 16 بالنسبة للجينات المميتة أو الجينات القاتلة ودي عبارة عن جينات بتسبب موت الكائن ده لو كانت موجودة فيه بشكل نقي الجينات المميتة بتنقسم إلى جينات مميتة سائدة يعني بتسبب الموت لو كانت الجينات السائدة دي موجودة بشكل نقي زي مثلا جين لون الشعر الأصفر في الفئران أو جين سلالة البلدج في الأبكار والنوع الثاني من الجينات المميتة هي جينات المميتة المتنحية يعني بتسبب الموت لو اجتمعت الجينات المتنحية بشكل نقي زي جين غياب الكولوروفيل في نبات الدرة وجين العبه الطفولي في الإنسان بالنسبة لجين اللون الشعر الأصفر للفئران بيسود جين اللون الأصفر واللي رمزه Y كابتل على جين لون الشعر الرمادي واللي رمزه Y سمولي وجين اللون الأصفر في الفئران من الجينات السائدة المميتة يعني لو اجتمع Y كابتل مع Y كابتل الفار هيموت في رحم أمه فدلوقتي لما يحصل تزاوب ما بين فار أصفر هاجين يعني Y كابتل Y سمول مع فار تاني برضو أصفر هاجين Y كابتل Y سمول الأمشاج اللي هناخدهم من الأبين هيكون معانا Y كابتل وY سمول من الأب والأب التاني هيكون Y كابتل برضو Y سمول هنمشي لأمشاج مع بعضها ومرة Y كابتل مع Y كابتل فيبقى كده معانا 2Y كابتل ويبقى كده الفار ده أصفر نقي والفار ده هيموت بسبب تواجد الجينات السائدة بشكل نقي لأنه كده معانا اجتمع Y كابتل مع Y كابتل ولون الشعر الأصفر من الجينات السائدة المميتة يعني طالما الجينات السايدة اجتمعوا مع بعضهم بشكل نقي هيؤدوا إلى موت الفرض ده بعد كده نمشي بعيد أن أمشي مع بعضها معنا الواي كابتل مع الواي سمول يبقى كده أصفر حاجين وبعد كده برضو واي كابتل مع واي سمول يبقى كده برضو أصفر حاجين وآخر حاجة واي سمول مع واي سمول يعني كده رمادي فتبع كده نسبة الأفراد واحد إلى اثنين واحد رمادي واثنين أصفر مش هنحسب الفران الصفرة النقية لأنها طبعا ماتت داخل الرحم وبكده تبقى نسبة الفران اللي هتموت في ربع وبكده تبقى نسبة الفران اللي ماتت هي ربع إلى أفراد يعني 25% وبتسوي برضو نفس عدد الفران اللي بيكون لونها رمادي وكده احنا معانا طروزين جينيين وهم الواي كابتل وي سمول والواي سمول وي سمول وكمان برضو معانا اثنين طروزين مظهريين وهم الرمادي والأصفر طيب لو سألتك وقلت لك نسبة الفاقت هتبقى كام من الفران لما يحصل تعجين مبين زكر أصفر وأنسة رمادي زكر أصفر يعني وي كابتل وي سمول واحد كده يجي يقول لي طيب ليه ما يبقاش الأصفر وي كابتل وي كابتل هقول لك طبما طالما الواي كابتل وي كابتل اجتمع مع بعض الشخص ده أصلا أو الفرد ده بيموت في رحم الأم فمعنى كده ان ما فيش فارد تركيبه الجيني وي كابتل وي كابتل خالص فيبقى كده الزكر الأصفر تركيبه الجيني وي كابتل وي سمول والأنسة رمضية يعني وي سمول وي سمول كده الأمشاج من الأب هتبقى وي كابتل وي سمول وهمشاج الأم اللي اتنين شبق بعض يعني هناخد واحدة وي سمول بس والأفراط هتكون هنمشي الواي كابتل مع الواي سمول مرة فيبقى كده معانا أصفر هاجين تركيب وي كابتل وي سمول وبعد كده الواي سمول مع الواي سمول يعني لونه رمضي يعني كده 50% أصفر هاجين و50% رمضي وبالتالي كده نسبة الفاقد من الفران هتكون صف الحالة التانية من حالات الجينيات السعيدة المميتة هي حالة أبقار البولدوغ بيكون في سلالة أبقار اسمها ديكستر تركيبها الجيني ديكابتل ديسمول لما يحصل تزاوج ما بين زاكر ديكستر ديكابتل ديسمول مع عنصة برضو ديكستر ديكابتل ديسمول كده العمشاك هتكون من الزاكر مرة ديكابتل ومرة ديسمول والأم كذلك مرة ديكابتل وبرضو ديسمول الأفراط هنجيبها ازاي عن طريق ان احنا نمشي الامشاك مع بعضها فلما نمشي ديكابتل مع ديكابتل يطلع لنا فرض اتنين ديكابتل وبعد كده ديكابتل مع ديسمول وبعد كده برضو كمان ديكابتل مع ديسمول وآخر حاجة ديسمول مع ديسمول الفرض اللي بيكون فيه اتنين ديكابتل الفرض ده اسمه بولدوغ والفرض ده بيموت برضو في رحم الأم بعد كده الفرضين اللي هم دي كابتال دي سمول دول كده دي كستر زي اللبين بالزبط وآخر الفرض اللي هو دي سمول دي سمول ده بيكون نوع اسمه كيري كده احنا بنستنتج ان احنا معنا طرزين جينيين وهم دي كابتال دي سمول ودي سمول دي سمول وبرضه كمان معنا طرزين مظهريين وهم الدكستر والكيري نيجي بعد كده للجنات المميتة المتنحية وأول حاجة معنا وهي وراسة صفد غياب الكولوروفيل في نبات الدراء الكولوروفيل هي صبغة لونه أخضر بتدي للنبات لونه الأخضر وبتمتص الضوء اللازم للنبات علشان يقدر أنه يقوم بعملية البناء الضوي علشان يقدر من خلاله يكون الجلوكوز للنبات أنه هو الغزاء يعني النبات لو ما عندهش كولوروفيل لونه هيصفر وهيموت لأنه مش هيقدر يعمل بناء الضوي الجين المسؤول عن تكوين الكولوروفيل هو السي كابتل لما يكون موجود في النبات النبات بيقدر أنه يكون الكولوروفيل ويقدر أنه كده يمتص الضوء ويكون بعملية البناء الضوي لكن لو نبات فيه اتنين سي سمول يعني سي سمول وسي سمول كده دي حالة وجود جينات متنحية والحالة دي بتسبب غياب الكولوروفيل وبالتالي بيسبب موت النبات فتبقى كده جينات متنحية مميدة فلما يحصلت هاجين ما بين نبات دورة أخضر هاجين يعني السي كابتل سي سمول مع نبات دورة أخضر برضو هاجين سي كابتل سي سمول الأمشاك هتكون من الأب مرة سي كابتل ومرة سي سمول والأب التاني برضو كذلك سي كابتل وسي سمول نيجي بعدك هنشوف الأفراد لما نمشي السي كابتل مع السي كابتل هيكون لنا نبات فيه اتنين سي كابتل وده نبات بيكون أخضر نقي والنبات التانية هيكون سي كابتل وسي سمول وبرضو النبات اللي بعده سي كابتل سي سمول ودي برضو نباتات خضرة ولكن هاجين وبرضو هتعيش لأنها كده هتقدر أن هي تكون الكولوروفيل إنما آخر نبات هيكون فيه اتنين سي سمول وبالتالي هو مش هيقدر يكون الكولوروفيل فالنبات ده هيسبل وايموت وتبقى كده نسبة الفاقد 25% ونسبة النباتات اللي هتعيش 75% وعلشان نقدر أن نحن نتجنب الفاقد في نبات الدرة احنا ممكن نهجن نباتين نقيين في صفة سيدة يعني النباتين يكون سي كابتل سي كابتل والتاني برضو سي كابتل سي كابتل وفي الحالة دي كل الأفراد هيكون فيهم سي كابتل يعني هنتجنب فاقد أي نبات أو ممكن أن نحن نجيب نباتين واحد منهم بيكون نقي في الصفة السيدة يعني سي كابتل سي كابتل والتاني بيكون هاجين يعني سي كابتل سي سمول برضو الأفراد كلهم هيطلع فيهم سي كابتل واحدة على الأقل وبالتالي برضو هنيقدر أن احنا نتجنب الفاقد وكمان بنستنتج في الجينات المتنحية المميتة إن احنا بيكون عندنا اثنين طرزين جينيين وهم السي كابتل سي كابتل والسي كابتل سي سمول ولكن الطرز المظهري بيكون واحد بس وهو اللون الأغضر والمثال التاني على الجينات المتنحية المميتة ويحالة العتع الطفولي اللي بيحصل لما بيكتمع زوج من الجينات المتنحية اللي هو اسمول واسمول فلما بيحصل تزوج ما بين رجل وامرأة كل واحد منهم عنده الجين بشكل هاجين يعني مثلا اي كابتل اسمول مع برضو اي كابتل اسمول اللي مشاجل انا اخدها من الاب هتبقى اي كابتل واسمول والأم برضو كذلك اي كابتل واسمول فتبقى الأفراد أول فرد معنا هناخد الاتنين اي كابتل من الأب والأم والفرد التاني اي كابتل اسمول والتالت برضو اي كابتل اسمول إنما الفرد الرابع هيكون A small A small وده الفرد اللي هيكون عنده لعاته الطفولي واللي هيموت بعد كده واللي نسبته بتكون 25% إنما الثلاث أفراد التانيني اللي نسبتهم 75% بيعيشوا طبيعي عادي خالص برطو كمان هنا بنستنتك إن الطرز الجيني اتنين وهم الأي كابتل الأي كابتل أو الأي كابتل A small والطرز المظهاري الناتج في الأفراد هو واحد بس يعني كل الأفراد بتكون سليمة يعني كده نسبة يعني كده حنا بنستنتج إن النسبة ما بين عدد الطرز المظهارية للأفراد الناتجة في حالة الجينات المميتة السائدة كانوا اتنين وعدد الطرز المظهارية للأفراد الناتجة في حالة الجينات المميتة المتنحية واحد يعني كده النسبة اتنين إلى واحد وبكده لبخلصنا الدرس الرابع من دروس مادة لحياة الترمي التاني سنأولى سنوي لو عجبكم الفيديو وتنسيش تعمل اللايك وتشتركوا في القناة لو لسه مش مشتركيني اشتركوا في القناة